كبير الأستاذ نبيل عمر خليكم معنا أتمنى طبعاً أن الجمهور يرجع بساعة كاملة زي زمان لما كنا متفرج على ديربي المغرب من كام يوم الوداد والراجة كانت حاجة عظيمة وحاجة هيلة جداً فكرتنا بزمان وإحنا بنشوف جمهور الأهري وزمالك في استاد القاهرة متأفل كلهم دي الجماهير فأتمنى أنها ترجع الفترة اللي جاية لكن هل هترجع أو لا؟ بصراحة ما عنديش أي أمل في الموضوع ده لأننا بقلنا سنين بنسمع الشهر الجاي الشهر اللي بعده الموسم الجاي الموسم اللي بعده وده ما بيحصل شمبرح رئيس اللجنة الخمسية صرح أنه ممكن يكون فيه رجوع للجماهير مع بداية شهر يناير أو فبراير اللي جاي بس بصراحة عندي شك كبير في أنه يحصل يعني حقيقة الموضوع الجمهور ده تكلم فيه كتير تكلمنا فيه مراراً ومتقراراً دايماً في بداية كل موسم نقول إن عودة الجمهور عودة الجمهور عودة الجمهور عودة الجمهور في الآخر ما بنتمش حاجة غير بعدد قلية إحنا بنشوف في المغرب كنا بنشوف في درب المغرب من أيام قليلة شفنا كان الجمهور مزين الملعب إزاي يمكن هو الحاجة الوحيدة اللي كانت برزة في المباراة بعيداً عن فنيات المباراة بنشوف في أسوأ الدول اللي هي بتمر بحروب واحتلال فيها جمهور مبارات السعودية وفلسطين ما فيش أشهر من كده في أسيا كانت بتتلعب بجمهور فين في فلسطين فأنا نفسي بس يعني المسؤولين في الدولة ينزوروا بشكل ما على الملف ده كويس جداً خصوصاً اللي اتلعب من فترة قريبة مباراة الأهل والزمالك كانت بجمهور ما حصلش أي مشاكل الجمهورين خرجوا بعض المباراة وكان فيه ود وخلاص المنافسة كانت جواه الملعب بره الملعب خلاص إحنا حبائب نفسي الموضوع ده يعني يفكروا به بنظرة تانية خصوصاً إحنا كان فيه فرصة إن فيه تفاعد التوقف ممكن نبدأ يعني فترة معينة من الدوري بعدد جمهور قليل لحد مثلاً لنهاية الدور الأولاني نبدأ بقى من الدور الثاني بالملعب يتقفل كامل مع توكتشن هيبقى فيه مشاكل المشاكل كانت فترة زماء يعني كانت من فترة وخلاص انتهت الموضوع الجمهور ده يعني ملف من زمان جداً كان بقاله تخلينا علاقة ست سبع سنين كل مرة بنتكلم في نفس الموضوع تمنا طبعاً الجمهور يرجع ومفيش حد يبقى منشه الجمهور يرجع سازم يبقى فيه خطوة يعني هو ما ينفعش أنا أبقى من الصف وقول أنا أجيب عدد لا يعني ممكن يبقى فيه عدد قليل واحدة واحدة ويبقى فيه فعلاً يعني لازم يبقى فيه تنظيم للمرحلة دي هو فيه محاولات لعودة الجمهور وأستاذ عمر الجناني كان طلع وتكلم ووعد أن يبقى فيه عودة للجمهور بس أعتقد أن الأمر صعب في الفترة اللي جاية خصوصاً إحنا شفنا تأجيلات كتير بسبب ظروف أمنية فالأمر هيبقى صعب ممكن مع بداية الدور الثاني يبقى فيه زيادة في عدد الجمهور عودة الجمهور المراضي مهمة جداً لأن احنا بنلعب الكرة دايماً عشان الجمهور بس الجمهور عليه دور كبير جداً في فكرة الالتزام فكرة أنه هو يقدم صورة مشرفة عشان يدي المسؤولين زي ما بيقولوا كده القوة والباور أن هما يقدروا يكملوا في التجربة دي خليناً ليه متفقين أن الفترات اللي فاتت دي كلها كان الموضوع صعب جداً من غير جمهور الكرة من غير جمهور أنا أحسها كده زي الأكل من غير ملح يعني الكرة دايماً هي للجمهور أساساً فلما تلاقي لعب من غير جمهور يعني تبقى 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 حسها كده حاجة غريبة مش كورة فخلاص احنا متفقين أن الكرة دي مهمة جداً والجمهور مهم جداً اتحاد الكرة وعد بكده أتمنى أن هما يعني يعملوا لكده ممكن يكون زي مرتلك الكريم يبقى في معوقات بس إن شاء الله بإذن هما يعملوا لكده وإن شاء الله بإذن الله كل المواقع دي تتزالى لفترة الجاية اشتركوا في القناة